لسا مستمرين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي واجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين وقال السفير بأسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية وجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعديل تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحكمة التي ترسخها الدولة في أليات العمل بتحقيق الحكمة والتنظيم الإداري الحديث التفاصيل في التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والسروة المعدنية والتغطية والتنمية الاقتصادية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام وكذلك السادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والبنلحات صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع السروة المعدنية حيث وجه السيد الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتستكشف السروات المعدنية على مستوى الجمهورية وفق المحددات الحاكمة التي ترصخها الدولة في ألية العمل بتحقيق الحوكمة والميكنة والتنظيم الإداري الحديث وقد قامت السيدة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030 خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في النتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل كما عرض السيد وزير البترول نتائج اجتماعات لجنة تطوير قطاع السروة المعدنية خاصة ما يتعلق بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوي في الناتج القومي قام كذلك السيد وزير التنمية المحلية باستعراض الوضع الحالي للمحاجر والملحات وخطط الوزارة في هذا الصدد لتطوير الآليات والقواعد في هذا الإطار كما شهد الاجتماع وقيم السيد اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعرض المصانع والوحدات الانتاجية في عدد من المواقع على مستوى الجمهورية والخاصة باستخراج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات الأولية في مجال المعادد اشتركوا في القناة